إذن بعد أن حلت الألعاب الأولمبية في كل قارات العالم يتساءل البعض حول إمكانية استضافة أفريقيا للأولمبيات في المستقبل القريب فهل القارة السمراء قادرة على احتضان المحفل الأولمبي ولما لا تكن ألعاب 2024 على الأراضي الأفريقية لإنصاف قارة قدمت للرياضة الأولمبية الكثير من الأسماء التي حفرت في الذاكرة كلاعبين ومسيرين نتابع هذا التقرير ثم نعود لفتح باب النقاش افتحي ذراعيك للعالم فشمسك لا تغيب وعلى أرضك العيش يطيب وفيك من أراد التنافس بشرف أبدا لن يخيب أنت الحضارة والعرق الأصيل ومنك خرج الأبطال يحققون الفتوحات في كل مكان وزمان فكانوا هم العنوان لأجمل حدث رياضي كوني لم تطلب ودها بعد ولكن الأجيال اللاحقة قد تفعل هو حوار مختزل ومختصر مع القارة السمراء مع الأرض الولادة التي تنتظر المدح والثناء والإشادة ممن يتحكمون في دهاليز القرار الأولمبي ممن منحوا أمريكا بجنوبها وشمالها شرف احتضان الأولمبياد وفعلوا ذلك مرارا وتكرارا مع القارة العجوز وأعادوا الكرة في الصفراء التي انتشت بأولمبياد بكين وتأنقت وتزينت قبل الأوان لاستقبال الأبطال في توكيو عام 2020 من ينظر اليوم للمشاكل التنظيمية التي بدأت في ريو قبل أن يبدأ الأولمبياد يتساءل بصوت مرتفع لما لا نرى الألعاب في أرض أفريقيا في المغرب أو تونس أو مصر في جنوب أفريقيا أو القابون لما لا؟ فهو سؤال مشروع أجاب عنه ذات يوم الرئيس السابق للجنة الأولمبية الدولية البلجيكي جاكروغ ومن أرض الكينانة حين قال عام 2010 بأن القارة السمراء مؤهلة لاحتضان العرس الأولمبي فتاريخ أفريقيا مع الأحداث الرياضية الكونية بدأ ومنذ زمن بعيد وإن كان الحدث الأبرز استضافة جنوب أفريقيا لمونديال كرة القدم حين أبدعت بلاد منديلا وأبهرت العالم بتنظيم محكم رفع أسهم القارة السمراء التي عانت من ويلات الاستعمار وبعد الاستقلال ضربت بحجر الإهمال ليست أرض الفوفوزيلا وحدها من تستحق تنظيم حدث بحجم الأولمبياد فالمغرب كان سباقا لطلب تنظيم المونديال بعد أن اكتسب خبرة أهلته لذلك فعلى أرض المملكة نظمت كأس أفريقيا والألعاب الفرنكفونية والمتوسطية ومنديال الأندية والعصبة الماسية كل هذه الأحداث تثبت أن في أفريقيا من له القدرة على احتضان حدث كونيا بحجم الألعاب الأولمبية فأفريقيا ليست قارة معزولة عن العالم بل عزلت وهمشت عن عمد وسبق إصرار واليوم وبعد أن تأكد العالم بأن لهذه الصمراء الحسنى ملكة الإبداع آن الأوان لدولة أفريقية أن تصب ولشرف احتضان الألعاب حينها سيرى العالم عن قرب ما شهده في سدني وبكين ولندن ولكن بنكهة أفريقية خالصة تعكس موروثا ثقافيا تضرب جذوره في أعماق التاريخ الإنساني أما في الميدان والحلبة والمضمار فلا خوف على من يصنع الحدث ويسطر المجد باسم أفريقيا وفي كل محفل أولمبي ومن أراد الخبر اليقين فليعد ليقلب صفحات تاريخ أولمبي كتب مجده بمداد أفريقي